كشفت مصادر لواكلة أنباء الأناضول التركية أن وزير الداخلية مروان شربل كلف وفداً لبنانياً خاصاً الأسبوع الماضي بالتوجه إلى منطقة إعزاز في شمالي سوريا للقاء خاطفين لبنانيين التسعة مشيرة إلى أن الوفد عاد إلى بيروت على دفعتين آخرها كان أمس الأحد وأوضحت المصادر أن الوفد التقى عدداً من الخاطفين واطلع منهم على بعض المطالب التي يشترطون على بيروت تنفيذها قبل إطلاق سراح المخطوفين وأبرز هذه المطالب وفقاً للمصادر إطلاق سراح معارضين سوريين موقفين في سجون لبنانية وتأليف الحكومة اللبنانية وفداً رسمياً لزيارة الخاطفين ومفاوضتهم وعن الوضع الصحي للبنانيين المخطوفين قالت المصادر إنهم يتمتعون بصحة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة وهم في مكان آمن بمنطقة إعزاز وأوضحت أن الوفد سيتوجه إلى إعزاز مرة ثانية بناء على إشارة سيتلقاها من الخاطفين وتوقعت المصادر أن تتحقق إيجابيات كثيرة في ملف المخطوفين مع منتصف شهر آذار المقبل